معركة تحرير أم تأمين منطقة عازلة؟ سؤال ظل يتردد كثيرا منذ بداية تحرك الجيش باتجاه المناطق الحدودية لصعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي والتي تعتبر مركز الثقل السياسي والاستراتيجي لحركة الجماعة في دعم كافة جبهات القتال معركة بدأها الجيش منذ ما يقارب العام وتحركت في مناطق عدة داخل صعدة منها علب والطريق الرابط بين محافظتي سعدة والجوف والتوظل في اتجاه الكتاف وباقم مواجهات في بادي الأمر وجدها عسكريون أنها تأتي في سياق استنزاف وتشتيش الثكل العسكري للجماعة على الشريط الحدودي الممتد من ميدي إلى أطراف المناطق الصحراوية في البقع والتي قد لا يجود الحوثيون التعامل معها بحكم بعدها عن مركز المحافظة ولكن في المقابل وجد آخرون أنها أتت في سياق التخفيف على جبهات القتال في الجوف وتعز والبيضاء محذرين من أن تكون هذه العمليات غير منتهية أو غير محسومة الأبعاد المستقبلية في الجديد أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب مقتل العديد من مقاتلي تحالف الانقلاب منذ مطلع الشهر الجاري إما بغارات جوية أو مواجهات ميدانية وقال المصدر أن القتل الذين سقطوا في المواجهات مع الجيش خلال شهر سبتمبر الجاري أتت أثناء محاولة الميليشيا استعادة مواقع كانت قد خسرتها في جبل صبحتل وتباب الخزان معارك عديدة يخضها الجيش إذن في مختلف الجبهات المفتوحة والممتدة على أكثر من منطقة غير أن أبعاد المعركة في صعدة هي الأهم بالنظر إلى ما تحمله المحافظة من رمزية وأهمية لها انعكاسات عديدة على جبهات المحافظات الأخرى